كمان على كهرباء النهاردة يعني واضح انه ميستر كولر مهتم قوي بكهرباء يعني وشايف فيه انه هيكون ورقة مهمة جدا الموسم اللي جاي هو طبعا بره حسابات افريقيا الى حين او مشاركة الافريقية يعني لكن حتى النهاردة بعد ما التمرينة خلصت كهرباء خد 30 دقيقة زيادة تمرين منفرد في برنامج حتطوله ميستر كولر بنفسه عشان يقدر يعني يكون جاهز فنان وبدانان ان شاء الله فيه اول فرصة يعني هيسمح لي فيها بالمشاركة مع النادي الاهلي وكهرباء واحد من الاوراق السيدي اعتبر كهرباء صفقة جديدة اعتبر كهرباء صفقة جديدة كهرباء انا فاكر كويس قوي في اللحظة اللي قرر ميستر موسماني انه كهرباء بره الحسابات كتير من جماهين النادي الاهلي كانت شايفة لا انه كهرباء خسارة لانه يسيبنا في التوقيت ده وانه في بعض الاوقات في ناس كانت شايفة انه اقدر من ناس خدت فرصة من ميستر موسماني كهرباء معانا ووضح انه كهرباء السنة دي المقدمات يعني المقدمات انه انا يمكن اتكلمت معاها قبل الموسم ما يبدأ بفترة لا يعني حاط الدماغه في الملعب بالنسبة لغاية الوقت يا اخرين يقول 90% يعني لغاية لما شوفه في الملعب بجد ويتأكد احساسي اقول لكم ساعتها لا كهرباء السنة دي 100% وكهرباء لو في 100% لو في حالة 100% بالتأكيد اضافة كبيرة جدا اكرم توفيه مكلمكم على الاسماء اللي كانت شبه موجودة وما بقتش موجودة معانا الموسم اللي فاتت ختمنا الموسم من غيره محمد محمود لما رجع السنة اللي فاتت في اخر الموسم قدم اداء اطراهن عليه السنة دي اه عليه قصة يطلع ما يطلعش لكن انا اتمنى ان محمد محمود يكمل معانا اكرم توفيه اضافة قوية جدا جدا سواء في خط النص او في مركزه اللي لعب في السنة اللي فاتت باكي مين عمار حمدي لما يرجع اضافة كبيرة جدا برونو سافيو شادي حسين طاهر حسين الشحات عبدالقادر كل واحد من دول يشيل فرقة طاهر كانجرر المقاولين وراه عبدالقادر كلنا عارفين امكانياته الشحات انا مش عايز انسى حد بس سولية افشة شريف ديانج متولي عبدالمنع يا جماعة احنا فرقتنا ما شاء الله الحمد لله جدا وده مش معناه ان احنا خلاص افدنا الباب انا بقول لكم وهو لسه مزالت صفقات الدعم مستمر والاهل بيحاول يجيب كوالتي لعيبة على اعلى مستوى اشتركوا في القناة